التوبة تجعل الزنات بتوليين يعني إيه؟ يعني خطيئ ما حصلتش هو ده التبرير أنا نفسي أقرأ الجرس الإنذار وأصوت في العالم كله لنفسي وللآخرين أصحى أوعي يكون لك صورة التقوى لكن موكرين قوة يعني مش عايش قوة الحياة المسيحية أنا بعمل كل حاجة شكلها حلو الناس مبسوطة والسنة ما فيش قوة الله المغيرة في حياتي أوعي تواحد يقول السنة بجاهد لا حبيبي فيه آية بتقول المجاهد ده لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا قانونيا يعني قوة الله اللي فيك مش زي الفريسي الفريسي قال أنا أصلي دي مش قوة الله اللي فيك أنا أصوم أنا أدفع العشور أنا 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 دي مش قوة الله بينما العشار كان يعني ياريت نتعلم منه ونواقف من بعيد وياريت نكتشف لم يشأن يعرف عدم استحقاقه وقرع على صدره والشيء الغريب أنا أنا يبهرني ما علق به المسيح بعد صلاة الفرق العشار العشار ده يمثل واحد كثير الخطايا فأيها العزيزي المشاهد لو أنت شايف أن أنت كثير الخطايا أنت مدعو زي العشار ده في الجملة الجميلة اللي قالها المسيح رب المجد بعد ما العشار صلى مضى إلى بيته مبررا أنا عدت مستعجب يا رب طلع من الهيكل على البيت ما الحيش يعمل حاجة فالإجابة فقال هالي القديس بولس أني إسقط تبررنا بالإيمان هو صدق رحمتي لي أنا قلت له هرحمه ورحمت ورحمته وهو صدق روح البيت مبررا زي أنا أشرت في حلقة سابقة على قديس اسمه الشيخ الروحاني لما قال التوبة تجعل الزناة باتوليين يعني إيه يعني خطيئة ما حصلتش هو ده التبرير الزناة اللي صدق أن ربنا رحمه وهو كثير الخطايا واللي صدق رحمة ربنا يتبرر أكيد خبر حلو لنا كلنا يمكن هوشع فصاح اتنين يقول يحول وادي عخور بابنا ده كان مكان الخيانة والهزيمة مكان الهديمة يتحول إلى باب للرجاع مش ممكن يحصل معاك ده على فكرة الكلام ده حقيقي حصل معايا وأكيد حصل مع ألس ومع الأخ نزار ومع كثير من المشاهد ممكن يحصل معاك وانت تسمع للوقت تقوله ارحمني ارحمني أنا عبدك القاطي السفر نشيد الأنشاد اللي انت أشرت لي يا على العروس عايز تبقى من العروس اللي ليك نصيب مع العريس يكفي تقول أنا ملك حبيبي أنا لحبيبي وحبيبي ليا اشتركوا في القناة